بسم الله الرحمن الرحيم. حاول اكلمك سريعا بازن الله عن بس المشكلة بتاعته ده انا اشغل السولبر اوتوماتيك. اه مشكلة قبلتني اعادت فيها فترة ربنا كرم الحمد لله. حاول اقول لك لان انا فكره منها. بصراحة انا يعني ربنا كرم اتحلت من زمان. فحاول يعني اقول لك اللي فكره ان اتحلت ازاي. دلوقتي احنا عارفين لما اجي اشغل السولبر مسلا من داتا. انا كل اللي بعمله ان انا بادوس بادوس داتا سولبر. وبعد كده بيطلع لي الشاشة دهية. انا بس ساوني اعمل العكشير. لازم افهموا فين الحاجة اللي هو يقللها. الخلية اللي هو يعمل لها مينيزيشن. وبعد كده الخلية اللي يغيرها بقى فين الفرامترز بتاعتي اللي موجودة. وبعد كده بقول له سولف. لما بيخلص سولف بيبتدي هو بعد كده يعني انا هدوس له مثلا النهوة سولف. هرجع اعمل شير تاني. لما بيخلص سولف بيطلع لي شاشة صغيرة اللي هو بيقول لي هل السولف لأ حل ولا ملاقاش. يعني بحاول اضغر عليها في الشير مش لقيها. فمش عارف اعملها شير. لكن في الاخر ده اللي بيحصل يعني. انت اكيد عارف حاجة زي كده يعني. فبقول له اوكي ماشي كيف الحل ده هو. لما اجا شغل يعني السولف اوتوماتيك ما ينفعش ان انا يزهر معي الويندو ده هيت اصلا. ده انه كل ما تزهر ويندو لازم انا بقى افضل ادوصل لها اوكي اوكي وده مش حينفع انا عندي اربعين موديل. فلازم لازم تختفي من عندي خالص. فلما اجي بسجل ماكرو عادي جدا سهل ان انا اخش على وسجل ماكرو انت غالبا زي ما بتلك لازم تعرف ازاي تسجل ماكرو الاول. يعني سعب ان انا عاود احكي لك ازاي من بدل ازاي تسجل ماكرو. يعني دي حاجة موجودة على يوتيوب تقدر ترجع لها. لما اجي بسجل ماكرو سهل ان انا وسنا بقى واقف خلايا زي هنا هو. طبعا ان اروح اشغل الداة والسولفر ودسلو اوكي واشتغل واعمل اوكي وبعدين واقف هنا تاني واروح على الموديل اللي جم منه اشغل السولفر وهكذا انا روح على الموديل اللي جم منه اشغل السولفر وافضل اشغل السولفر زي كلها واخلي الماكرو تخزن كل ده عندها لغاية اما كل الكود يبقى عندي. بعد كده لازم الكود ده اللي بتاع الماكرو اخش جوه واعدله علشان ما تطلع ليش الشاشة دهيات. اعمل سوبريس على اظهار الشاشة يعني ما خليش الشاشة الويندو الجديدة اللي بتطلع دي تطلع معي فدي حاجة تركاز غيرها بس ايه يعني يا ربنا كنا ببيع حاول يكلمك فيها الديفلوفر تاب نهوت انا دايما ببقى عايز البيجوال بيسك من النهوت علشان نتكلم فيه سواني اعملك بس شير البيجوال بيسك ده شغل البيجوال بيسك اللي بيطالع معي انا هنا طبعا زي ما قلتلك انا مش خبير في حاجة زي كده خالص انا مجرد بس بيشتغلوا على قد ما يساعد معي يعني لكن انا مش مش شطر في حاجة زي كده لما باجي انا هو لازم بدخل ومن لازم اعلم على السولفر ده هو اعمل عشان يبقى شغال معي من غير العلامة ده هي بيبقى صعب ان السولفر يشتغل مع الماكرو وكده طيب دي الماكرو اللي طلعت معي يعني ده شكل الماكرو طلعت معي دي الاكواد اللي انا يعني اتخزنت جوه لما انا شغلت الماكرو عملت لها ستور او بدأت اخزن ماكرو او بدأت اسجل ماكرو دي الاكواد اللي طلعت معي الكود ده معناه انه روح شغل السولفر قال للخلية الفلانية اعمل كذا اعمل كذا الكود ده انا بكتبوش بايدي الاكسل هو اللي بيعمله لما انا بخزن الماكرو المشكلة فين المشكلة بس في السطر ده هو السطر ده اللي هو سولفر سولف يوزر فينش ايكوال ترو ده معناه انك ما تطلعليش الشاشة ده هية اللي هي بتاعة الشاشة اللي بتسأل فيها اوكي دي او خلاص اليوزر بيقولك اوكي وخلاص يعني البني ادم اللي بيشغل الاكسل بيقولك اوكي وخلاص رايح دباغك ما تبقاش تطلعها فده بس التركية الزغيرة اللي انت تتواخد بالك منها انت هتتعدل السطر ده بحيث انه يبقى كده هو كل موديل على كده يعني انت لما تنزل منه بتاحت هتلاقي دول حوالي 40 موديل كل موديل بفضل عدلهم على كده هوت بفضل انزل مع الموديل على طول وبفضل اقول له ايه كده على طول زي ما هي يعني بس تاني تركية وانت شغال جوه ان انا مثلا بعمل انه هوت بقول له الكود ده زي ما هو كده انا نقله كوبي بيست من منتدى او من حتة يعني طبعا من زمان بس الكود ده بيخليه يعمل سيب في النص كل 5-6 موديل خليه يعمل سيب 5-6 موديل خليه يعمل سيب ليه علشان ساعات بيدرب معايا الاكسل حتى لو انا بشغاله بايدي من كتر الموديلز ومن كتر الشغل اللي بيعملوا بيكراش خلاص ضرب البرنامج وقفل ورحمي لي ايرور فانا مش عدد وضعي شغلي على الفاضي فكل 5-6 موديل عمله سيب علشان لو ضرب يبقى عندي على الاقل وصل لحتة معانا قدر ايه ابني منها يعني بس دي الفكرة اللي كنا نتكلم فيها زي ما انت شايف كل دي الاكواد الاكواد دي كل انا ما بكتبش فيها حاجة خالص انا مجرد بلعب بس بوا منهم بعدل بوا منهم حاجات بسيطة زي ما قلتلك كل اللي يهمني السيف وان انا تروح عشان الغي الويندو اللي بتطلع لي خير لكده ان شاء الله يا رب بيكون عندك 400 موديل ولا يفرق معك في حاجة انت تقدر تسجل الماكرو بتاعتك براحتك خالص وزي ما قلتلك يعني انا باقف على شيط معاين في الاكسل وبعدين بشغل السولفر اوكي خلاص عشان يخزن معايا الاكسل بنفسه وبعدين بروح اقف انقل لشيط تاني اروح اقف على خلايا فاضية في الشيط دهوت لازم اقف على خلايا فاضية عشان الاكسل يفهم ان انا وصلت لشيط جديد حتى لو هو يعرف يعمل كده الوحده بس انا متعاود على كده لازم اروح اقف على خلايا فاضية في الشيط الجديد وهنا اشغل السولفر مرة تانية وهو بيسجل معايا طبعا الماكرو وهكذا يعني ساعات لما يكون عندي 40 موديل زي كدهوت ما داشت اسجل ماكرو واحدة بالكامل ساعات بيدرب يعني ما بيسجلش معايا كويس ماها ما عملت معايا فالحل ان انا بخزن 5 ب5 يعني معايا 40 موديل بخزن 5 الاول على ماكرو بقى طينا 5 على ماكرو تانية وهكذا بقى معايا 45 معايا مثلا 8 ماكرو بعد كده بقى ان كل الاكواد بتاعتهم في ماكرو واحدة جديدة كبيرة هي دي بقى تبقى الماكرو النهائية بتاعتي الماكرو دي لما ابتخلت خالص بدخلها على الزرائر اللي زي كده يعني انت احنا ممكن نقف في ال data يعني هوات الزرار ده الزرار الكبير ده هو الزرار بتاع تشغيل السولفر اوتوماتيك هو ده اللي بيخزن معايا السولفر اوتوماتيك على طول هو مجرد ما بيدوس عليه حيش اغالي السولفر على 40 موديل ومش محتاجي تطلع لي الشاشة خلاص ما انا كاتب له الكود الزغير بتاع ان انت اعمل سوبريس على الشاشة وفي نفس الوقت هو بيخزن كل خمسة كده الواحده بيحس انه يعمل سيف عشان يريحني يعني وقبل ما بيقفل المفروض خليه يعمل سيف يعني بس نفس الفكرة في السولفر ده هي السولفر دي كلها هو كل اللي حصل ان انا فتحت ما يعني اشتغلت نهوت بس السولفر كل مرة اللي بما افتحه بدل ما اقول له اللي مثلا الاس اس اي اقول له اللي الكاي سكوير وشغل السولفر عادي خالص وخزن الماكرو برضو هو شغل مجهد شوية بس في الاخر ده اللي بيحصل يعني برضو خزنها على تمانية ماكروز ولا عشرة ماكروز وبعتنا لهم كلهم كوبي بيست وحلهم في كود واحد وبكده بقى معايا الظرار ده هوت خلاص لما دوس على الظرار ده هيشغل السولفر عا الاربعين موديل بس بيقلل الكاي سكوير هنا بيعزم الار سكوير بيعزم الادجسطد ار سكوير هنا بيقلل الام اي اي بيقلل بقى كل واحدة من دون ساعات انا من باب الريسيرش كنت واحد ادرس اشوف هل لو انا غيرت قيمة الكاي سكوير اقللت على الكاي سكوير غير المقلل الاس اس اي هل البرامتر ستفرق كتير هل ده يعني يفرق معايا بحاجة ساعات ده بينفعني في شغل المالتي كومبونت زي ما حكلمك ان شاء الله قدام على المالتي كومبونت نون لينير ريجريشن انه ساعات بينفع معايا ساعات لما بقلل الاس اس اي ما تزبطش معايا فلازم بقلل حاجات زي كده الاول بعد كده اقلل الاس اس اي لانه اسمون يعني نون لينير ليست سكويرز ريجريشن فلازم اقلل مجموعة مربعات المسافات بين النقطة والخط الاس اس اس اي السامن في سكوير ايرورز فلازم اقلل الاس اس اي بس لما بقلل واحدة من دول الاول بتنفع معايا ساعات لما بيكون فيه موضل مش زابط معايا خالص بغير واحدة من دول الاول وواعدين ارجع اشتغل عليه تاني الاس اس اي مش عارف يزبط اقول له طب يعمل لي مكسمايز للار سكوير ساعات يزبط معايا اقول له طب عمل لي مكسمايز للهايبرد ساعات يزبط بعدين بعد ابما يخلص الماكسمايز ارجع تاني يقول له طب يرجع بقى قلل لس اس اي فيرجع يشتغل معايا تاني يزبط بقى معايا بعدに في موضل ساعت ما بيزبطش يعرف مكسمايز بس دي بقا حاجة متقدمة قوي يعني يعرف يصبط يقلل الهايبر بس ما عرفش يقلل الاسسي وساعات بيعرف يعني بس دي حاجات يعني ايه ندرة شوية وغالبا متبقى قدتها فيها رفنس شوية او شغل المالتيكمبون وتبقى حاجات تقيلة فعلا يعني يعني مهارات متقدمة خالص يعني لكن يعني ارجو لو عزقان احنا ايه بس يكون عادت معاك سريعا على الكود انت معاك كده كده الملف تقدر ان انت حتى ان شاء الله انت تبني الكود بتاعك تقدر تبص في دهوت تقدر تشوف ايه اللي بيحصل فيه اه لو في لقيت كود زيادة انا نسيته معاناش ارجو المعزرة يعني زي ما قلتلك انا قعدت بسرا حوالي شهر يعني ربانا كرم ابني فيها الملف دهوت في مشاكل كتير قابلتني اكوات كتير جدا استخدمتها من ممتدات كتير جدا صعب ان انا كنت عدى جمع كل ده وعد افتكر بقى كل حاجات منين وكده انا بس بحاول كل ما افتكر حاجة بحاول هزجلها في فيديو يمكن تنفع معك بإذن الله وانت بتبني حاجتك لو انت عايز تبني ملفتك بنفسك يعني دفقنا شكرا